السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي على ها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا كمان عرضنا فرصة وهي كانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم واللقبول. آآ وهي كانت فرصة التطوع في في اتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفئازين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن اللي يكون موجود معنا فرص جاء كتير. التقديم واللقبول فيها حصرية عن طريق قناتنا. بالاضافة ايضا وفرنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل الاحترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وطبعا زي ما انتم معارفين اللي احنا من مدة قصيرة بدأنا كورس اللغة الانجليزية واللي ان شاء الله آآ هيفضل مستمر معنا لحد الاحتراف من الصفر حتى الاحترافي اللغة الانجليزية. تمام? آآ وعشان توصلكم احاية جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة به الفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة وهي فرصة تدريب وعمل في اسبانيا. الفرصة بتاعت النهاردة فرصة ممتازة جدا. تدريب وعمل آآ في دولة اسبانيا في مدينة برشلونة. تمام? الجهة المانحة اللي مقدمة التدريب ده هي مؤسسة اسمها ELA. تمام? دي المؤسسة اللي هي عرض الفرصة. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم الفرصة دي دولة عربية افريقية السوية يقدروا يقدمه الفرصة دي مفيش اي مشكلة. آآ وهنا في ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة للطلاب والخريجين من مختلف المراحل الدراسية. يعني لو انت متخرج من باكالريوس من ماجستير من دكتوراء حاليا طالب بتدرس باكالريوس ماجستير دكتوراء او مؤهلات دراسية اخرى تقدر تقدم في الفرصة دي مش مرتبطة بمرحلة دراسية معينة. كمان لا تحتاج شارة لغة انجليزية. هم مش طالبين منك تجيب اي شارة لغة بتثبت انك بتعرف اللغة الانجليزية. طبعا لازم تعرف اللغة الانجليزية شوية عشان تعرف يعني تتعامل مع الناس هناك. لو لو اتقابلت وروحت آآ هناك لتدريب لازم يكون عندك محصلة شوية من اللغة الانجليزية. ولكن هما مش طالبين انك لازم بقى تجيب شهادة بشكل الزامة تثبت جدا. فدي حاجة ممتازة جدا برضو في الفرصة. كمان الفرصة دي ليس بها حد اقصى للعمر. يعني لو انت سنك كبير آآ سنك فوق التمنتاشر سنة آآ او آآ سبعتاشر سنة المنموم سبعتاشر سنة تقدر تقدم في في الفرصة دي من سبعتاشر سنة فيما اعلى بدون حد اقصى للعمر يقدروا يقدموا في الفرصة دي. كمان مقبول فيها جماعة الاشخاص من اي تخصص يعني مش مرتبطة بتخصص معين انت خرج تخصص علمي ادبي اي تخصص تقدر تقدم فيها لانها فرصة تدريب. تمام كده? طيب مدة التدريب ده هتكون قدية المدة هي عشر شهور. هتوضع عشر شهور هناك في التدريب ده. تعتبر سنة كاملة. التدريب ده هيبدأ من واحد سبتمبر الفين وعشرين حتى خمستاشر هنيو الفين واحد وعشرين. دي مدة التدريب كاملة تبدأ من واحد سبتمبر الفين وعشرين لخمستاشر هنيو الفين واحد وعشرين. طيب بالنسبة ليه التمويل? التمويل بتاعها هيتكلف ايه? التمويل بتاعها صراحة يعني اه مش وحش تمويل ممتاز. هتاخد التدريب مجانا. تمام? تدريب على حساب المؤسسة. مش تدفع فيه رسوم او اي شيء. كمان هيدوك راتب شهري تمنمية يورو هيبقى معاك راتب شهري تمنمية يورو آآ لمصاريفك الشخصية وما إلى ذلك بالإضافة للراتب الشهري هيتم توفير السكن والمواصلات الداخلية تمام? وهيتم كمان توفير واجبات الطعام هم ذكروا كده ان هيكون فيه امدادات آآ يعني امدادات اضافية بجانب امدادات الراتب الشهري تمام? هيكون فيه طبعا بقى مميزات اخرى زي حضور ويرش عمل حضور حفلات ندوات وما إلى ذلك فكل ده كمان من المميزات اللي هتكون على حساب الجهة المانح طيب ايه هو اهداف التدريب ده يعني التدريب ده بيتكلم عن ايه وايه اللي انت هتستفاده هناك بيقولك التدريب ده هو المساعدة في التسويق انت هتاخد دورة زي دورة في التسويق كده في العلوم في التسويق والعلوم اللغوية والإنسانية تمام? يعني انت هتاخد دورة في التسويق بالإضافة كمان يعني في خلال الدورة دي انت هتساعد المؤسسة فهي تعتبر فرصة التدريب وفرصة تعمل. اه بعد لما تاخد التدريب انت هتساعد المؤسسة انك تعمل لها تسويق. يعني تسوق ليه المؤسسة دي عن طريق الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انت هتساعدهم ان تكتب عنهم بوستات مثلا على السوشيل ميديا. اه تساعدهم في التسويق باشكال مختلفة. اه يعني هيكون اه في حاجة شغل من النوع ده اللي هو التسويق عبر الانترنت والمساعدة في مثلا تدريس المساعدة اه في التسويق الحاجات دي كلها انت هتساعد فيها. تمام? فده يعتبر من اهداف التدريب او الاشياء اللي انت هتعملها هناك. طيب اه هي الاوراق المطلوبة في الفرصة دي عشان تقدم لها. طبعا الاوراق المطلوبة والحاجة المطلوبة بشكل تعتبر يعني بشكل النزامي في موظم الفرص السيرة الزاتية لسي في بتاعك. اه لازم يكون معاك. طبعا السيرة الزاتية من الافضل تعملها طبعا سيرة الزاتية على الطريقة الاوروبية بتكون بشكل افضل. تمام? اه كمان مطلوب منك حاجة اسمها اللي هو خطاب طلب التدريب. دي حاجة كده زي زي خطاب النية. بس يعني في بعض الاجزاء المختلفة. اه عن فالكفر ده انت بتجهزه بتتكلم فيه ليه عايز المؤسسة دي وبتعمله معي. تمام? كمان مطلوب منك شهادة اخر مؤهل دراسي لديج. يعني اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. حصلت على السنوية العامة. حصلت على دكتوراه. بتدرس حاليا. تجيب اي ورقة بتثبت المؤهل الدراسي الاخير بتاعك. اه وكشف الدرجات. يعني بتثبت انك تخركت مسلا من المؤهل الدراسي ده. تمام? او المواد اللي انت درستها. طيب ده بالنسبة للاوراق المطلوبة. بالنسبة لكيفية التقديم في الفرصة دي. عشان تقدم في الفرصة دي التقديم بسيط جدا. مفيش حضرتك شافل التلات اوراق المطلوبين منك هنا. تجهز التلاتة دول. وتروح باعتهم على الايميل ده. يقول لك ترسل الاوراق المطلوبة الى هذا الايميل. اللي هو الايميل ده. تمام كده? تجهز الاوراق وتبعتها للايميل ده. يبقى انت كده قدمت في المنح. اخر معاود للتقديم في الفرصة دي هو واحد وتلاتين يوليو الفين وعشرين. يعني نقول لسه قدامك اه يعني اه لسه قدامك فترة كبيرة. نقول مسلا زي شهر ونصف لسه قدامك. والمعاد بتاع الفرصة دي انت. فتقدر انك اه تجهز كل حاجتك في خلال هزي المدة. كمان في ملاحظة هنا ان احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم لك لاي فرصة ومنحة انت عايزة. طبعا لو انت عايزنا نقدم لك في الفرصة دي يعني بنقدم لك فيها وبنوفر لك الاشياء المطلوبة هنا. وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا. عشان نساعدك في التقديم للفرصة دي موجودة فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو. وطبعا لو حابب تقدم بنفسك في الفرصة دي ما فيش مشكلة اتبع شرح الفيديو وقدم بنفسك عادي. وهنا انا هتطلوكوا الاعلان الرسمي للمنحة طبعا عشان انتو هنا هتقولوا طيب فين الدليل على الكلام ده? الدليل اهو. هنا في اعلان رسمي في كل التفاصيل جهة رسمية هي الايلة الكلام ده. فهتلاقي هنا حضرتك التفاصيل كلها كاملة هنا. ده الموقع الرسمي. هتلاقي بقى زي ما كنت ذكرتلكم هنا اللي هو اخر موعد وحد وتلاتين يوليو الفين وعشرين. اه هتلاقي ان المدة عشر شهور. اه هتلاقي بيكلمك هنا عن البرنامج. هتعمل في ايه بالتحديد? هتلاقي بيقولك هنا ان في زي امدادات مالية معونات مالية وكمان السلاري. هتلاقي التمنمية يورو المرتب الشهري. هتلاقيهم موجودين هنا. اللي هو بيقولك هيتكفل لك كمان بتمنمية يورو شهريا. وهتلاقي هنا اخر حاجة ازاي تقدم? بيقولك هو تبعت واخر مؤهل دراسي عندك. ولو عندك خطاب توصية تبعته ولو ما عندكش خلاص. وتروح جايب كل الاوراق دي وترسلها على هذا الايميل. ولما ترسلها يبقى انت كده ادمت في الفرصة بنجاعة. تمام كده? المنحة سهلة جدا. اه تجاهز بس اوراقها وتهتم بالاوراق وتجاهزها بشكل كويس وتقدم ليها. وان شاء الله بازن الله يكون القبول بتوفر تمنمية يورو سكن عام ومميزات اخرى كتير. فهي فرصة ممتازة جدا. فلو حابين تقدموها يا ريت. لان اخر معايد هو واحد وتلاتين يوليو الفين وعشرين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.